السلام عليكم ورحمة الله وإهلا بكم مشاهدين العزاء في حلقة جديدة من حلقات الهندسة الجيوتقنية وليدي الحلقة 21 وهنتكلم فيها عن حاجة مهمة جدا في الهندسة الجيوتقنية أو في ميكينيكا التربة والأساسات وهي تربة الإحلال نتعرف الحالة هذه عن تربة الإحلال وما هي تربة الإحلال وليه نلجأ لتربة الإحلال وأنواع تربة الإحلال والمشاكل التي تنجم عن عدم تنفيذ تربة الإحلال بالطريقة السليمة تعالوا بنا نشوف الفيديو السلام عليكم وإهلا بكم مرة أخرى بشهرية العزاء ونعرف ما هو إحلال التربة أو What's Soil Replacement نتعرف على الترم نفسه أو الإكسيبريشن من إحلال التربة هو استبدال التربة الموجودة في الأرض أو أثناء عمل الجساد بتربة أخرى لها مواصفات خاصة وعملية الاستبدال أو الإحلال بطريقة هدسية للوصول إلى تربة صالحة للتأسيس حسب التصميم وآآآ وآآت السؤال لماذا نلجأ لتربة الإحلال طيب نأكل نقطة نقطة كده بسرعة نمر واحد لكيمتين برفع مدسوب التأسيس بمعنى ان انا استلمت ارض منسوب يعني لقيت هواطي عن منسوب التأسيس المقترح او واطي عن الطريق طبعا بعد عمل الجسات الاستشار اقترح ان الارض تحت مثلا في قاع الحفر الحالي كويسة فعايز ارفع منسوب التأسيس فبعمل تربة احلال على طبقات وصولها لمنسوب التأسيس المقترح نمرة اتنين لكي يتم زيادة قدرة تحمل التربة يعني انا بعمل الجسات لقيت في طبقات طبعا يعني لوس ساند اللي هو مثلا تربة ضعيفة او يعني التربة الموجودة يعني من دقات الاس بي تي لا تتحمل فممكن اعمل باك في لينك ان انا اشيل التربة دي لو هي تربة رملية كويسة وارجحها مع الدمك او اشيلها واعمل مثلا تربة احلال جديدة بدموكا دمكا جيدا نمرة ثلاثة البعد عن منطقة تأسير المياه الجوفية وده طبعا لحماية الاساسات من تأسير المياه وطبعا بعمل تربة احلال عشان اعلى عن منسوب المياه الجوفية وبعد عن مخاطر المياه الجوفية وتأسيرها السلبي على الاساسات نفسها نمرة اربعة بيتم اللجوء لتربة الاحلال لما تكون التربة الاصلية اللي هي موجودة غير صالحة للتأسيس لما تكون مثلا تربة انتفاشية اللي هي السولينج سويل او تربة انهارية او تربة ردم مثلا موجودة فطبعا بشيل وبحط طبعا تربة احلال طبقا المواصفات الفنية لاصول اعمال الاحلال ايه حالات عدم صلاحية التربة للتأسيس حالات عدم صلاحية التربة للتأسيس هي ان تكون التربة ذات هبوط تفاضلي معنى ايه ان لما انا عملت الجسات لقيت حتة الارض اللي انا هشتغل فيها او المشروع هشتغل فيه فيه ظهر في الجسات ان فيه طبقات تربة في بعض الاماكن لها هبوط يختلف عن هبوط الطبقة التانية في الجهة التانية من المبنى او في نص المبنى او في الركن التاني فبالتالي هيعمل لي حاجة اسمها الديفريشان سيتل منت او الهبوط التفاضلي فبالتالي اه بلجعل ان انا اشيل الطبقة ديه اللي هتعمل لي مشاكل وهتعمل لي اه هبوط في المبنى في حتة اه اكتر من الحتة التانية وبعمل تربة الاحلال النمرة اتنين ان تكون التربة عليها الانتفاش يعني التربة الانتفاشية اللي هي التربة الطفلة زي ما بتسميها او سيل تي كلي او الطين اللي هو بيكون فيه معدل المنتر مولونايت اللي هو مسؤول على الانتفاش او الاسمكتايت وده بتبقى تربة قابلة الانتفاش في حالة زيادة المية او اضافة المية لها يعني هي بتبقى دراي جافة ولما بيحصل ان هي بيجيلها مية مستقبلة بيحصل لها انتفاش وبرضو دي بتعملي مشاكل في ان المونشأ ممكن يترفع نتيجة انتفاش هذه التربة في مناطق ومناطق لا فبنلاقي طبعا فيه شروخ وبنلاقي فيه كراكس وطبعا دي لازم نشيلها ونعمل بدلها او نستبدلها بطربة احلال نمرة ثلاثة ان تكون التربة دي قابلية عالية للانهيار بمجرد زيادة نسبة الرطوبة بها يعني التربة دي بتكون موجودة في المنطقة اللي هي فيها المونشأ وبقى ظهرتلي في الجساد والتربة دي طبعا بتبقى تربة انهيارية يعني بيبقى كلابس كلابس بولتسويل طبعا هي دراي برضو جافة ولما بيجي لها مية مستقبلا فنظر ان هي فيها فجوات وفيها رمل او مثلا تربة متدرجة وفيها نسبة سيلت وفيها نسبة كلي او طين او طامي او مباوات جرية فبيجي لها المية فبيحصل لها كلابس فبرضو ده هو السبب ان انا استبدل هذه التربة واعمل تربة احلال الحالة الرابعة او رقم اربعة ان تكون التربة الاصلية عند منسوب التأسيس لا تستحمل لأحمال المطبقة اللي جاية زي السوفت كلاي اللي هي الطين الضعيف وطبعا دي لما بيكون طبعا موجودة عندي تحت منسوب التأسيس وهتعمل لي مشاكل فبشيل التربة ده هيت برضو زي اللي بنسمي احنا الطين السوفت كلاي او الطين الضعيف طبعا ده موجود في الدلتا عندنا في مصر وموجود في براطي برضو في الوادي وده يتلازم نشيلها ونعمل تربة احلال الحالة الخامسة ان بيكون نسبة الكوريزات او نسبة الكابريتات في التربة بزيادة ودرر الاساسات لان هي طبعا الاملاح بتتفاعل مع الخرصانة بتاعت الاساسات فبرضو بشيل الطبع دي اللي هي فيها الاملاح الضارة بالخرصانة وبعمل تربة احلال بستعيد عن التربة اللي هي تعمل لي مشاكل وبعمل تربة منفزة تبقى للموصفات الفنية لأصول اعمال الاحلال واللي عايزي نشوف طبعا الفيديو بتاع التربة ذات المشاكل على قناة بتاعتنا هيعرف انواع التربة ذات المشاكل وده هات صور بتوضح لنا التربة الانتفاشية في بعض المواقع وشايفين طبقة السيل تكلية او طبقة الطفلة الانتفاشية طبعا دي بنشيل وشنها وحطنا مكانها طبع احلال وفيه اشكال دي الشكل تاني برضو من التربة الاسفانسف سويل او السويلنج سويل او التربة الانتفاشية وشكلها وهي طالعة في الكور اصناع عمل الجسات وده انواع والوان من التربة الانتفاشية او الطين الانتفاشي وهي طالعة من الكور ودية التربة الانهارية اللي احنا قلنا كلابسة والسويل اي تربة فيها الوان يبقى تربة بتشكل مشاكل او تربة لها مشاكل وده شكلها وهي طالعة في الكور برضو بتاع اثناء عمل الجسات وده تربة اللي هي الصوفت كلاي اللي احنا قلنا عليها اللي هي الطين الضعيف وهي طالعة في الكور ودية طبقات الردم اللي هي برضو لو موجودة في الموقع ممكن أشيلها وأعمل مكانها أستبدالها بتربة إحلال طيب نيجي بقى لأنواع تربة الإحلال أنواع تربة الإحلال لكل تربة مميزاتها وعيوبها ناخد نمرة واحد بتربة الرمل والزلط اللي هو يدخلط بالنسبة 1 إلى 1 أو 2 إلى 1 تستخدم لرفع منسوب التأسيس أو زيادة قدرة تحمل التربة عند منسوب التأسيس بهذا القليط نمرة اتنين الإحلال بالزلط وده يستخدم كتربة مرشحات أو تربة كمرشح أو نظام تصريف للمياه الجوفية بعيدا عن خرصانة الأساسات نمرة تلاتة الإحلال بقطع الجبل إحلال بقطع الجبل يعتبر ده أجود أنواع تربة الإحلال وهو عبارة عن كسر حجر متدرج وفيه نسبة ناعم فلما بيدمك بيبقى برضو تربة جيدة جدا وبتمنع وصول المياه للطبقات الانتفاشية أو للطبقات الانهيارية تحت فبيوصى باستخدامه طبعا لو ما فيش قاطع جبل فبنستخدم سن واحد و سن اتنين ورمل ونسبة ناعم نمرة أربعة الإحلال بالرمل الرمل بستخدم لفرحة منسوب تأسيس برضو أو تخفيض الإجهادات على التربة الأصلية اللي هي موجودة تحت تربة الإحلال واستخدم الرمل الخشن كطبقة إحلال في حالة التربة القابلة لانتفاش حيث يعمل كطبقة مرانا الانتفاش الانتفاش الناتج عن التربة الأصلية يعني بياخد الصدمات اللي هي بتاع التربة الانتفاشية اللي هي تحت طبقة الإحلال من الرمل وبتبقى تربة مرنة فبتاخد وتدي يعني بمعنى الكلام بحيث إن هي ما توصليش الانتفاش الانتفاش ليرفع الأساسيات اللي هي فوق طبقة الإحلال النمر الخامسة الإحلال بالخرصانة الضعيفة أو الإحلال المثبت أو الرمل المثبت وده بيبقى رمل وأسمنت بالنسبة معينة ممكن يكون نسبة اثنين رمل واحد أسمنت ودي بتبقى مفلفلة يعني جفة ودي بيستخدم في حالة التربة اللي هي مثلا ما يكون عندنا فيها مياه جوفية وبتفشل حالات تصريف مياه جوفية فمنحط الخرصانة اللي هي الضعيفة ديها فبتمتص هذه المياه وبتخش في تكوين الخرصانة وده بيبقى حل من حلول التأسيس أو عمل إحلال لهذه النوع من التربة وممكن أستخدم الرمل المثبت أو الخرصانة الضعيفة برضو في حالة في طبقة عندي بلوكس أو مثلا فيها فراغات وممكن تكون متحركة فممكن أعمل فوقها إحلال بالرمل المثبت علشان تملأ هذه الفراغات وبرضو بمنع أن تربط الإحلال اللي عادية أن هي ممكن يحصل لها دروبس أو ناتس في هذه الفراغات فبرضو تعمل مشاكل في الهبوط للمبنى نيجي بقى للنقطة المهمة جدا ولازم نركز فيها جدا لأن كيفية تنفيذ تبقات الإحلال تدقوطها مهمة جدا لأن هذه المشكلة اللي بتقع فيها بعض شركات المقاولات أو المهندسين في تنفيذ تبقات الإحلال وبينجوا معانها بعد كده مشاكل في المنشآت وده طبعا عندنا أمثلة كثيرة عندنا كائر وفاستفال عندنا مشكلة في كومباوت اسمه جراند هايتس عندنا مشكلة موجودة في مدينتي يعني لازم نعرف ازاي تتنفيذ تبقات الإحلال حسب الوصول الفنية لأعمال الدمك وده موجود في الكود وطبعا هنذكر الخطوات اللي لازم نحرص عليها ايه شروط تنفيذ تربة الإحلال او ايه الخطوات اولا استلام قاعة الحفر يعني قبل ما بعمل تبقات الإحلال هحفر المنشوب قاعة الحفر واستلم هذا المنشوب قبل تنفيذ تربة الإحلال استلم منشوب قاعة الحفر جيدة بميزان آمة وعند المنشوب المقترح بحيث يكون مستويا وخاليا من اي كتر رملية او صخرية او طفلية ثانيا يتم غمر قاعة الحفر بالمياه لمدة لا تقل على 48 ساعة وممكن توصل ل72 ساعة برضو ثم بعد كده بشوف اذا كانت في روبا متكونة ازالة الروبا المتكونة ان وجدت وبعد ذلك يتم دمك قاعة الحفر بهالراس لا يقل وزنه عن 20 طن مع استخدام الهزاز ثالثا يجب ان لا تزيد طبقة تربة الإحلال عن 30 سنتي هي من 25 ل30 سنتي بأي حال من الاحوال يعني لو عندي سمك طبقة الإحلال متر يبقى ها اعمل اربع طبقات في 25 لو عندي سمك طبقة ها متر ونص يبقى ست طبقات في 25 يعني لو وصل 30 سنتي قبل الدمك ماشي لكن هي 25 برضو علشان الهراس عمره ما هيقدر يدمك اكتر من 30 ل25 سنتي فما جيش واحد يقول لي 50 سنتي ويدمكها مش هتدك وبعدين لازم نجيب بمزان الآمة ونقيس كل طبقة كل طبقة بمزان الآمة مش نعمل علامات علشان محدش برضو ايه يفوتوا حاجة من سمك طبقة الإحلال اللي هي هتتقسم على طبقات فلازم نخلق بنا من الحتة دي كويس قوي خامسا يجب اجراء اختبارات الدمك على كل طبقة اتعمل لها دمك بالهراس يعني لكل 100 متر مسطح باخد نقطة اختبار دمك بالسندكون او باي طريقة ان انا اشوف جودة الدمك طبعا هنعمل بعد كده فيديوهات عن اختبار بروكتور واختبار السندكون او اختبار الدمك في الموقع وهنعمل حلقات تانية للتجارب الحقلية طبعا لازم نهتم بتربة الإحلال برجاء الاهتمام بتنفيذ تربة الإحلال علشان المشاكل اللي بتحصل بعد المنشأ ما بيطلع من جراء عدم تنفيذ تربة الإحلال بالطريقة المزبوطة حسب الأكواد وحسب المصفات الفنية فيا يا رب يكون الفيديو عجبكو بالرجاء سبسكرايب والايك وشير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة